النهاردة لأنه البلد لا تقف ولا تتوقف عند زاوية واحدة الرئيس يعمل على كل الاتجاهات فاجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل وأيضا اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلح ليه أقولك الاجتماع كان بيتناول متابعة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات اتبع لوزارة العدل ما بين قصين بقى كده تقيلين مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة طب مدينة العدالة هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها مجمع مركزي للمحاكم هيبقى فيها مركز للدراسات القانونية والدستورية هيبقى فيه غيرها الكثير من المنشآت الخدمية المختلفة كل ده تسهيل لحياتك الرئيس أيضا وجه بالحرص أنه لازم 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 يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع إيه؟ مع تطوير شامل في منظومة التقاضي بالدولة يعني إحنا مش بنبني جدران كبيرة ومباني فخمة مهيبة اسمها مدينة العدالة وبس لا إحنا بنطور منظومة التقاضي معها بالتوازي وبالتالي بيتكامل الخطين خصوصا إنه بنشتغل على تعزيز الكوادر البشرية الكفاءات الفنية القضائية كذلك تطوير الجانب التقني والتكنولوجي في منظومة عمل المحاكم على مستوى جمهورية مصر العربية جمهوريتنا الجديدة مختلفة بالكلية عن اللي عيشنا كلنا اشتركوا في القناة